اهلا بحضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي وفي الفقرة دي هنتكلم عن موضوع في المنتهى الاهمية ومليان تفاصيل يعني هو عنوانه العام هنتكلم اكيد عن او من خلاله عن الغدة الدرقية لكن من ضمن التفاصيل هنتكلم بقى عن الشهية هنتكلم عن الشعور الدائم والمستمر بالجوع وفي المقابل الشعور الدائم والمستمر بالشبع وامور تانية كلها متعلقة بعنوان الشهية ده اللي هنتكلم فيه مع دكتورة الريهم الحياوي اللي منوراني في حلقاتنا النهاردة صباحة الفول يا دكتورة أهلا بجه صباح النور زي حضرتك عامل دي ربنا خليكين في عامل ايه كله تمام الحمدلله في خير الشهية دي عامل مشاكل لكل الناس تقريبا يعني عامل مشاكل للي وزنه ناقص وعمل مشاكل للي وزنه زي في حاجة يعني نقدر نقول ان الشهية هي جوع مش كده ولا نقدر نقول إن الشهية هي اللي يعني بينتج عنها الإحساس بجوء لا هي الشهية هي قابلية الإنسان إنه هو يستوعب قدر قدئي من الأكل سواء أنا عندي شهية يعني ما شاء الله مفتوحة أو شهيتي مقفولة دكتور مش قادر أكل هي قدرتنا على استيعاب معدتنا كم من الأكل حجم المعدة ده جزء كبير فيه طيب عادينا نتكلم النهاردة باي أستاذ كريم على كذا نقطة مهمة جدا وأنا عبدأ بالأقصر أهمية ليه بام بسيطة وسهلة جدا جدا لكن للأسف ناس كتير بتقع في الفخ ده وهي إن عندنا شعور بالعطش وإحنا مش عارفين إن شعور عطش بيجينا في مخينا إن أنا كده جعان عندي شعور الجوع فبعوّد شعور العطش بأن أنا باكل 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 ومش بعش يعني الشعور الأساسي أو الأصلي هو بالعطش مش بجوع بالظبط كده أو حاك مش حاسس إنك عطشان يعني ناس كتير جدا بتكون جسمها في حالة من الجفاف وعايزة تشرب ميا بيترجم ده في مخها إن أنا جعان فيفضلوا كل محاولات حل الشعور ده إن أنا باكل ما باكل باكل يعني ده بيكون للأسف رد على ناس كتير جدا تقول يا دكتور أنا باعد أكل 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 ما باكل باكل حضرتك بيكون عطشان ممنتهى البساطة والسهولة عطشان بيبقى حاسس إنه عطشان لا فيه لأ الشعور أوقات كتير بيكون مغلوط مش دائما بنحس إن أنا عطشان أصلا حاك عشان توصل مرحلة العطش اللي هي أنا عطشان بجد بيكون أنت فعلا جسمك في حالة جفاف شديد جدا وزي فوقت الصيام مثلا بالظبط كده فأنت حاسس إن أنا لأ أنا محتاج أشرب ميا كسائل أشرب أسواق ميا أو أي حاجة تانية لكن في حالة إن أنت مش العطش بتاع الصيام بيجينا شعور خاطئ بيوصل للمخ إن اللي أنا حاسه دا دلوقتي هو احتياج لأكل مش لمية على ذكر المخ هو مش المفروض إن التحكم في الشهية بيتم من خلال يعني أدوية معينة أو علاجات معينة بتتعامل مع المخ ومع أماكن معينة في المخ مسؤولة عن الشهية طب دي نقطة مهمة جدا بقى كويس إن إحنا قصرناها النهاردة لأن أي دواء أي دواء سواء أنا جايب بنوتة صغيرة لدكتور ينفل عيادة علشان وزنها قليل جدا فعايزة هتزيد فعايزة دواء فاتح شهية أو العكس عايزة أقفل شهية يا دكتورة أنا باكل بلا انقطاع بالزاد بالليل قبل منام فشوفي لي حلل ده أي حاجة تشتغل على مراكز المخ ضر مية في المية ماينفعش سواء أزود الوزن أو أقلله إن أنا أشتغل على المخ لأن مجرد ما هشيل المادة الكيميائية في الدواء أو الحاجة اللي أنا باخدها اللي اشتغلت على المخ وغيرت في كيميته الطبيعية اللي ربنا خلقها هيحصل اضطراب شديد جدا والشخص اللي كان أنا باخد دواء مثلا عشان أخس دلوقتي بيشتغل على المخ بمجرد ما بطلته هيبتدي جسمك يزيد بسرعة شديدة جدا أكتر من معدلاته الطبيعية لما كنت عايش من غير دواء والعكس غالبا صحيح لو حد بياخد فاتح شهية من خلال دواء بيشتغل على المخ مثلا أصلا الدواء ده غرضه الأساسي مثلا علاج الحساسية لكن من ضمن أعراضه الجانبية أنه بيفتح الشهية لا دي حاجة تانية دي حاجة تانية لكن فيه فرق بين الأدوية اللي هي بتاعت التغذية اللي هي بتشتغل بس علشان تفتح الشهية دي بتشتغل 100% على المخ طيب إمتى بقى أنا بقول إن الدواء ده أو المكمل الغذائي خلينا نسميه كده مش دواء لنفوش مواد كيموية إمتى المكمل الغذائي ده أقدر أقول إنه ممتاز سواء عايز أخس أو عايز أدخن لما بيكون طبيعي 100% ما بيشتغلش أبدا 1% على مراكز المخ هو كل شغله على المنطقة الموضعية وهي المعدة والأمعاء طيب إحنا النهاردة هنتكلم عن إيه هنتكلم عن بيستا أو الكورس بقى المتكامل هو بيستا وقلب مالتي فيد طيب بيستا وقلب مالتي فيد إيه دكتور اللي بيفرقهم أو إيه مزيتهم عن اللي احنا بنتكلم عنه هو مجموعة سلاسية من الألياف الشفان ردة الأمح وقشور السيليم دول هيعملوا إيه هيشتغلوا على المشكلة في مكانها مش هشتغل جنب المخ خالص فبالتالي وانس حضرتك بطلت ووصلت للتارجت بتاعك اللي أنا عايز أخس إحنا بنخس من 8 إلى 12 مبدئيا كيلو في الشهر أكوردينج لأنا راجل ولا 6 طبيعي الجسم يقيم ببيستا فأنا شهرين هخس الرقم ده هكمل بقى شهر 2-3 على حسب الهدف بتاعي أو تارجت إيه وصلنا له مجرد ما بطلته أنا ما بزيتش ما بزيتش يعني إيه يعني هاكل أكل كتير يا دكتور والأغبة الدنيا مش هزيد لا طبعا إحنا طول ما احنا منظمين أكلنا مش هنزيد لكن ممكن تكون بتاكل نفس الأكل اللي انت كنت بتاكله وانت جسمك بيكون سابت هيفضل زي ما هو لكن لو خدت حاجة بتشتغل على مراكز المخ لا هتزيد رغم أن انت بتاكل نفس الأكل اللي كان بيحافظ على منطقة السبات طب نكمل الكورس فيستا وقلب مالتي فيد احنا مش بس بناخد الأعشاب اللي بتنفش في البطن أو الألياف بقى اللي بتنفش في البطن وبتاعمل صورة البلون اللي هي بتخلي استيعاب حضرتك للأكل بيقل جدا عدد وجباتك بتقل وهي دي بقى النقطة اللي هتقولي يا دكتور طبعي أنت إزاي بتقفلي الشهية إزاي بتقولي للناس أن وجبتك هتقل للنص وإزاي بدلا ما باكل ثلاث وجبات وبرامرم في النص ما بين الوجبات دي هاكل وجبتين فقط لغير ومش هرامرم ومش هرامرم بالظبط كده فأنا قللت عدد الوجبات والكم بتاعها بأن أنا معدة حضرتك لها قدرة استيعابية معينة وهي الشهية اللي بنتكلم فيها اللي بيأكل كتير بيقدر ما شاء الله يدخل قدرة استيعابية كبيرة أنا قفلت له المكان القوضة دي أنا ملتها حاجات فالجزء الفاضي اللي يسمح باستيعاب أكل أنا قللته يعني جزء كبير من عملية المال اللي حضرتك الكلمة عليها أعتقد يعني أغلبها جاي من الشوفان من الشوفان وقشور السليم وردة الأعمح دي كلها ثلاث أنواع ملئة الشوفان بصفة خاصة برضو دي حاجة يمكن كنا كلمنا فيها بكده بس ما فيش مانع نحن نعرفها للناس الشوفان والتونة أوكي الاتنين دول دايما بيتقال اسمهم وبينصح بيهم لناس اللي عايزة تخس ودايما بينصح بيهم لناس اللي عايزة تزيد السؤال دايما حاجم تطيبس هو فعلا رائع لأنه فعلا فيه التباس كبير جدا أو لابس كبير جدا بين كلمة الأكل الصحي وكلمة الحاجة اللي بتخسس أو فوجدان الوزن هو طبعا دا تفكرنا كلنا أنا عايزة بقى أخس دالها دا في الأساسي الكبير وأي نقطة أن أنا كمان أخلي أكل صحي فيفيد جسمي للأسف يا جماعة كلمة الأكل الصحي اللي بتتقال من دكات التغذية كتير بتتقال عن نات كتير بتقال من شفات كتير وما بيعملوا وصفات جديدة دا أكل صحي يا جماعة الناس بتبقى مؤتقدة أنها هتكلوا هتخس لا الأكل دا ليه سعرات حرارية زي أي حاجة فيش حاجة صفر سعرات الشوفان نشويات آه هو مفيد نوع ألياف مفيد لكن هو ليه سعرات حضرتك عشان تاكلوا كوجبة سواء عشا أو فطار مثلا في صورة زي البليلة بلبن بزبادي وفي ناس تضربوا في الخلاط مع اللبن بالزبط كده بالزبط كده هيك تعمل بولة محترمة كمها زي كباية تقريبا اللي قدامنا لو بينا يعني كباية كبيرة الكباية دي فيها رقم من السعرات ممكن يوصل ل500 سعر حراري دا رقم كبير جدا فأنا خدت فايدة الألياف في بيستا أو المنتج اللي احنا نتكلم عنه النهاردة خدت الفايدة بتاعة الشوفان بصفر سعرات حرارية بالزبط كده عشان كده أنا حققت النتيجة الحيك بتستهدفها من الأكل الصحي وهي ملء المعدة الألياف العالية اللي بتقلل سموم اللي موجودة في دمنا بتقلل الكوليسترول بتزبط مستوى السكر للشخص اللي عنده سكر بتزبط مستوى الضغط للناس اللي عندها ضغط فأنا استفدت مش بس بأن أنا خدت منتج مفهوظ سعرات حرارية ملأ بطني اللي الشهية لا هو كمان علاج لناس كتير بتعاني من مشكلة مقاومة الإنسولين اللي هي مشكلة بقى اتعامة ومنتشرة جدا جدا فأنا حلتها بالألياف العالية حلو هل أي سن يقدر ياخد المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها دي وخصوصا أن احنا بقنا بنشوف في الفترة الأخيرة أن حتى الأطفال بقوا بيعانوا أو البعض من الأطفال بيعاني من السمنة المفرطة في مراحل سنية مبكرة قوي الحقيقة لأي درجة ممكن هم كمان يتعاملوا مع المنتجات دي للأسف كلام حضرتك مظبوط جدا أن احنا هي الأبحاث كمان يعني هي زي وحيك بتقول لا هو نسبة حقيقي كبيرة أن ناس من أطفال كتير جدا بتصاب بالسكر النوع التاني ودي مشكلة كبيرة جدا الكبار بقى عندهم مقاومة الإنسولين والأطفال عندها نسبة الإصابة بالسكر النوع التاني عالية جدا نتيجة السمنة فإحنا بالتالي منقول من أول سنة 13 سنة ومنتج آمن تماما نقدر ناخده إحنا متطمينين ونديه للولاد وأنا بجد بقول نصيحة دلوقتي على هو فعلا أنت حقيقية لو أنت قدرتك المادية تسمح أن أنت تشتري لفرض واحد في البيت الكورس اللي أنا بتكلم عنه عندك طفل بيعاني من السمنة في السن ده وحضرتك أو زوجك نفس الكلام الأولى الطفل كذا سبب إحنا ده مرحلة التكوين مرحلة النشق لو أنا طلعته في صورة جثمانية مش كويسة هو بيعاني من حاجات كتير جدا هرموناته وتكوينه الجثماني النفسية والتنمر والحاجات دي كلها بتأثر على الأطفال جدا حركته مفاصله التقل بتاع جسمه الموجود على ركبه هيأثر في حاجات كتير جدا ممارسته الرياضة اللعب حاجات كتير ده حتى نفسه بيبعندهم بالضبط بالضبط كده وحاجة تانية مهمة جدا يعني عايز أقولها برضو اهتمام الأهالي بفكرة الدرجات والحاجات دي كلها بيكون هو الشغل الشاغل لكن فعلا لنا أكون حريص إن أنا أكل أو أكل بنتي أو ابني يكون بكم قليل مناسب لجسمه أو سنه شيء ضروري وده هتحققه بحاجة واحدة أن أنت ما تحرميهوش ما تقولولوش ممنوع وتشدي طبق من قدامه أنت تديله حاجة طبعية 100% تملى معادته فبالتالي هتحطي قدامه نفس الأكل ما يحسش بحرمان عن أصحابه شخص اسمه أستاذ إبراهيم خد المنتج اللي احنا نتكلم عليه وجاب معاه نتيجة تعالي نشوف إيه النتيجة اتفضل احكي لنا قصتك مع بستا وإزاي سعادتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا باستخدم بستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بستا قبل الأكل بنصف ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة باعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بستا عظيم يعني التجربة كانت نجحة ونهايتها كانت نهاية سعيدة الحمد لله عظيم إحنا قلنا أن يعني ابتداء من سن 13 سنة هو آمن للاستخدام طيب المفروض أن الواحد يبدل يستخدمه لمدة قد إيه وهل لو وصلنا للنتيجة المرجوة النتيجة المنشودة بنوقفه فجأة ولا ده برضو لازم له طريق التبطيل أو تقليل في الأول عايزة أقضح كذا نقطة مهمة قبل ما جاوب على السؤال باستفادة إن إحنا الكورس المالتي فيت اللي هو مالتي فيتامين اللي هو ضروري جدا وعايز أتكلم عنه سريعا إنه ضروري جدا مع بيستا المنتج اللي بيمنى البطن عشان نقلل الشهية إنه لازم أقلل شهيتك وديك الفيتامينز اللي بيساعد على معدل الحر دي أول حاجة عشان نمشي بطريقة صح زي ما حضرتك بتسألني لازم أتواصل مع الفريق اللي أرقامه ظاهرة على الشاشة الفريق هيبقى فيه متابعة إسبوعية مع الكورس أي شخص هياخد الكورس من خلال الأرقام والصفحة هيكون فيه متابعة إسبوعية طيب ليه المتابعة الإسبوعية عشان نعمل لحضرتك بتقوله لي لازم يقفيه رقيب الرقيب ده بيوجهك حضرتك أنت خدت منتج شهيتك قالت طب أنا عندي حاجة مختلفة حصلت عايز أفهم منها بتابع وزني عايز يقفيه رقيب عشان أفضل دايما عندي الحماس إن أنا أكمل طب إمتى أبطل وإمتى أوقف كل ده الفريق لما أنا تواصل معي هيجاوب على الأسئلة دي طب أنا عايز أقول بقى دلوقتي للمتابعين إحنا هنعمل إيه عشان نبقى الصورة واضحة أنا بمشي على الكورس على حسب أنا عندي زيادة في الوزن 20 كيلو 30 كيلو تقريبا إحنا قلنا متوسط من 8 إلى 12 كيلو شهريا بنخسهم وبناخد المنتج أو بيستا من مرتين لتلاتة في اليوم قبل الوجبة الرئيسية بنص ساعة فعلى حسب أنا ما أكل واجبتين ولا تلاتة هو حدي بطولي من 8 إلى 12 كيلو مزبوط لو قلنا لو خدنا البيك اللي هو الـ 12 هو الواحد لما بينزل في شهر واحد 12 كيلو ما بيبقاش فيه أي إنعكاس سلبي على الجسم بقاش فيه أي حيات ده بقى رضي بقى عليه يعني إيه حاسم زي ما بيقول ليه بقى لأن طرق الخصية زي ما حيك أكيد بتسمع كتير ومتنوع الضيط الكيميائي ناس بتاخد أدوية زي ما قلنا بتأثر تدخلات جراحية حاجات كتير طب أنا بتكلم دلوقتي على كورس كامل متكامل يعني إيه هقول لحدتك إنت هتخص إزاي وإنت اللي هتحكم أنا كده هتضر ولا مش هتضر أنا خدت ألياف طبيعية ملت بطني قللت كم أكلي طب مش بس كده المنتج نفسه فيه تلات عناصر هنتكلم عنهم وهي الكروميوم بتركيز 500 ميلي جرام فيتامين سي 50 ميلي جرام والأل كارنتين 30 ميلي جرام طب دول دورهم إيه الكروميوم بيقلل امتصاص النشويات في الوجب فأنا بأكل أكلي عادي جدا قللت جزء معقول من امتصاص النشويات حفزت إفراز الإنسولين اللي هو ده الشكوى اللي تلت تربع الناس عندها وهي مقاومة الإنسولين يا دكتور طب أنا كده حلت مشاكل صحية اللي بتؤدي للإصابة بالسكر والسمنة والدهون اللي في منطقة البطن اللي هي الكرش اللي بتسبب أمراض القلب فأنا بأخد حاجة بتدعم صحتي طب فيتامين سي هيعمل إيه هيبتدي يحول مصدر الطاقة أو الوقود في جسم حضرتك بدل ما كان معتمد على النشويات بقى بياخد بيخلخل الدهون من الخلية ويطلعها ويستخدمها كمصدر طاقة فأنا كده حولت جسمي لمحرق الدهون بطريقة صحية جدا وأمينة جدا أنا مقللتش دهون حضرتك أنا بالعكس أنا تريد أخذ مغزونك من الدهون اللي هو زايد عن احتياجك وحولوا مصدر طاقة فبالعكس دايما الفيدباك اللي بيجينا من عينيني اللي ماشيين على بيستا وقلب مالتي فيت حكتين وده نتيجة حكتين احنا يا دكتور لأول مرة بنكون ماشيين على دايت وماشيين على منتج ونحس أن احنا عندنا باور وطاقة مش بنشتكي الشكوى التقليدية أنا ماشي على دايت دايما تعبان ومش قادر بروح الشغل بالعافية قاد على المكتب كفاءتي في العمل الأقل كتير جدا لأ دا كله حولنا لأننا طلعت لحضرتك مصدر وقوة قوي جدا وهي الدهون المخزنة في الخلايا اللي هي طبعا مش هتخلص ومش هتنقطع بالعكس وفي نفس الوقت فضت المخازن من الدهون اللي عندنا الحاجة التانية في الكورس المالتي فيت الفيتامين اللي فيه كل العناصر حيكت تتخيلها من الكالسيم والماجنيزيوم والزينك والبوتاسيوم والسيليوم ومجموعة فيتامين بي كلها وفيتامين سي هتخدها في قرص فاق واحد فقط لغير يوميا يعلي معدل الحرق بالفيتامينات ويصلح المشاكل اللي بتترطب عنها أنظمة الرجيم تمام يعني معنى كده إن ما فيش بقى شعر بيقع ما فيش أظافر بتتأصف النوع ده من الأمور لا ده مش هيحصل تماما لأن زي مدحك أنا بدي كورس ليه كورس عشان أصلح المشاكل اللي دايما كنا متعودين عليها كده كترة بندي ورقة الرجيم قليل السعرات جدا فالناس بتعاني من مشكلتين نقص الطاقة فالتالي حياتهم مش قلطة في حاجة والمشاكل اللي حيك قلت عليها مترطبة عن نقص الأكل ونقص الفوائد الصحية هو الحقيقة مسألة التحكم في الأكل فبالتالي التحكم في الوزن خصوصا مع الأطفال أمر في المنتهى الأهمية لاعتبارات كتير أنا بشوف أن من أهمهم زي ما حضرتك تفضلتي من شوية وقلت مسألة التنمر وفكرة الثقة بالنفس وفكرة الاعتداد بالذات في أطفال كتيرة بتطلع شخصياتها مهزوزة لأنهم قضوا عمر كامل في مرحلة الطفولة بيتعرضوا للتنمر نتيجة مثلا وزن زايد زيادة عن اللزوم أو حتى العكس وزن ناقص زيادة عن اللزوم يعني إحنا فاضل عندنا قولي دقيقة على رهاية الحلقة تحب تقولي من خلالها إيه للناس اللي بيتابعونا أحب أقول إن إحنا ضروري جدا ما نكسلش على متابعة وزننا أنا بجد يعني أنا بحب أعالج المشكلة في أولها جدا جدا صدقوني سواء تستخدموا بيستا فتستخدموا لمدة شهر وتعملوا مينتين مع الفريق اللي زي ما قلنا هنتابع معه كل أسبوع على أرقام التليفونات هنعمل فترة التسبيب بتاعتنا بمعدل أقل بس مثلا لمدة ست شهور فوزننا يفضل ثابت على طول بإذن الله حاولوا بجد أول ما تلاقوا اتنين كيلو تلاتة كيلو زي دين اتجهوا لنظام رياضي اشربوا مية كويسة اخدوا الفيتامينات اللي ضرورية مش رفاهية لجسمكو عشان نفضل في حالة حرق مستمر وناخد بيستا عشان ننظم الأمعاء زي الفل أظن نصيحة يعني كافية ووافية أنا بشكر الجزيلي شكرا على وجودك معنا نورتينا وقفتتينا بوجودك في حلقاتنا النهاردة وبشكركم مشاهدينا بكل مكان إن شاء الله تشوفكم على خير بكرة بإذن الرحمن يوم جديد وحلقة جديدة وعشة الصفحة في الأهلي صباح العسل عليكم جميعا اتفضل